دلوقتي يا مشاهدين هنروح نتابع مع حضراتكم أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله وكمان المباريات اللي هتتلاعب في الدور المصر بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هينطلق العرض المسرحي نقدر في دار الأوبرا واللي بيجي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإحياء المسرح المدرسي وهيستمر العرض على مدار أيام السبت والحد سبعة وثمانية يناير وهينيقش مجموعة من القضايا من خلال الاستعراضات المسرحية زي رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم النهاردة هتبدأ هيئة السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة تلتة مكيفة على خط القاهرة المنصورة والإسكندرية المنصورة وهيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة تلتة مكيفة القاهرة المنصورة كمان هيتم تشغيل قطار 3021 و3022 بعربات درجة تلتة مكيفة المنصورة الإسكندرية خدمة جديدة وهيقوم من المنصورة الساعة سبعة وخمس دقيقة وهيوصل إسكندرية الساعة عشر إلى عشر وده بيجي في إطار التطوير المستمر اللي بتقوم بيه الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكك الحديدية لراحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال تشغيل القطارات النهاردة والعشاء الدوري المصري هيكون معدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة هيلتقي بيرامدس مع غزل المحلة الساعة 3 إلى 4 الساعة 7 سيراميكا كيلو باترا هيواجه فيوتشر والمصري مع الاتحاد السكندري النهاردة العشاء الدوري الأسباني هيكون معدهم مع ثلاث مباريات قوية في الجولة 16 من عمر المسابقة في ريال هيواجه ريال مدريد الساعة 5 وربع والساعة 7 ونص بالليل ريال مايوركا هيواجه بلد الوليد والساعة 10 بالليل إسبانيول مع جيرونا